حكاية أخرى العامل فاتت شهد التواصل بين بعض من مسؤولي نادي الزمالك ومروان حمدي تعرفين طبعا قصة مروان حمدي مروان حمدي المصري عرضوا للبيع بعد مشكلته الأخيرة مع جمهور نادي المصري ومروان حمدي أبدى رغبة وموافقة مبدئيا على الانتقال لنادي الزمالك طبعا بشرط رفع القيد أو رفع إقاف القيد عن نادي الزمالك ومروان حمدي بلغ إدارة نادي الزمالك أنه المصري مش هيتنازل عنه بأقل من 30 مليون جنيه ونادي الزمالك مرحب بضم مروان حمدي بس مش مرحب بالمبلغ ده حتى هذه اللحظة ولكن هما وعدوا لو تم رفع إقاف القيد هيكون من أولويات الفريق وحيخشوا في مفاوضات قوية وجدية مع النادي المصري مراجب جامد جدا أنا دايما بقول مرحب دي واحد من أفضل أفضل اللعبين طيب